اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير وشؤون البلديات وزير عامضي الوزارة في تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير الخدمات في المرافق كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد واستمرارها في تحديث البنى التحتية لقطاع الصيد تلبية الاحتياجات العاملين في هذا القطاع ولما تمثله هذه المرافق من بنية تحتية تسهم في زيادة انتاج القذاء وكد لمبارك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الى مرفأ سترة ان الهدف من الزيارة الاطلاع ميدانيا على المساحات الموجودة في المرافق والتي يمكن القطاع الخاص الاستثمار فيها لدعم الصناعة السمكية مشددا على ان القطاع الخاص شريك اساسي في عملية زيادة الانتاج القذائي ودعم البنية التحتية لهذه الصناعات واكد الوزير ان الوزارة تقوم بدراسة شاملة ومتكاملة لهذه المرافق من اجل تطويرها وتوفير المزيد من المرافق فيها بما يلب احتياجات الصيادين والعاملين في مهنة الصيد وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافق وقال الوزير المبارك ان اهتمام الوزارة بمرافق الصيد وتطويرها يأتي انطلاقا من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء موسيقى موسيقى